بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين موضوع تأملنا النهاردة من برنامجنا من وحي الساعة بعنوان قد مات الذين يطلبون نفس الصبي أي جميلة في سفر أشياء بتقول هلوم يا شعبي ادخل مخضعك يدخل المخدع بتاعه في بيته في قطه واغلق أبوابك خلفك اختبئ نحوله حيزة حتى يعبر الغضب يبقى ووقت الغضب إنسان يدخل ويركز هيدخل يعمله غير أنه يصلي ويهدى ربنا عبال ما الغضب يضيع ربنا لما سعت نوح في الفلك نوح واللي معاه ربنا قفل عليهم الفلك في الشهر التاني من سنة ستتمية لعمره وفضل الفلك حصل التفان وقعد فترة طويلة الفلك حوالي السنة واستقر الفلك على جبل قرارات يمكن في تركيا بعد ما التفان توقف والمية بتدت تنقص عن سطح الأرض وبالرغم من أن المية جفت عن واكل الأرض ونوح تأكد من المية تدت تجف بعت حمامة هو عشان يتأكد والحمامة دي رجعت له بورق الزيتون لأنه في الأول بعت غراب الغراب ما رجعش استهواه الجيف بتاعة الناس اللي ميتة وقعد انشغل بيها لكن الحمامة رجعت بورق الزيتون في فمها لكن نلاحظ أن نوح ما خرجش برضو من الفلك زي ما بقلنا كده في الكتاب مؤدس في أصحح 8 تكوين 8 آية 13 يقول لنا كده وكان في السنة الواحدة والستمائة في الشهر الأول في أول الشهر في الشهر الأولاني في أول الشهر يبقى الطفان ابتدى في الشهر الثاني من سنة 600 وفي الشهر الأول من أول الشهر سنة 600 لعمر نوح المية نشفت على الأرض فجاف فكشف نوح الغطاء كان الفلك له غطاء فكشف نوح الغطاء عن الفلك ونظرة وإذ واجه الأرض قد نشف خلاص بقى بدن كده ايه اطلع يا نوح لا ما طلعش نوح ليه بقى فدل نوح البار واللي معاه في الفلك زي ما هم مستنيين الأمر من ربنا ان ربنا يقول له اطلع يا نوح عشان كده جيه الأمر في اين بقى جيه الأمر في الشهر التاني يبقى رغم ان في الشهر الاولاني كشف اول الشهر كشف من سنة ستة ومية واحد من عمره كشف الغطاء لكن ما طلعش وهو طلع فين في الشهر التاني في اليوم السابع والعشرين من الشهر يعني بعد حوالي شهرين تقريبا يقول كده جفت الأرض وكلم الله نوح جيه الأمر هو بقى اخرج من الفلك انت وامرأتك وبنوك ونساء بنيت معك فهنا الأمر الاله دي في تكوين تمانية أي 14-16 فنوح ما خرجش غير لما ربنا أمره بالخروج ليه؟ لأن الله هو اللي يدخل الفلك وهو اللي قفل عليه فلازم هو كمان زي ما قفل عليه هو كمان اللي يفتح لأنه بيقولي الآية في كتاب مؤدرة سفر سفر رؤية بتقول لنا كده الذي يفتح ولا أحد يغلق إذا كان ربنا أغلق على نوح يفتح إزاي هو ويقول ويغلق ولا أحد يفتح فهنا ربنا أمر نوح أن يطلع وأمر أن الباب بتاع الأيه الفلك يفتح نوح سلم أمر حمايته ورعايته ربنا دي كارثة كبيرة كانت هو مش قدها لكن هو كان عارف أن الله هو اللي مخطط له إزاي نجاته من الكارثة دي وعشان كده كان يسلم تماما فإزاي الجرق ويخرج بحسب رأيه الشخصي أو رأيه أي حد تاني ما يعرف الفلك مراته أولاده أي حد نوح لا يعرف ولا يفهم إيه الأصار اللي خلفها الطفان وإيه اللي حصل من الطفان الله يعلم وعارف كويس أو دقائق التغييرات اللي حصل بسبب الطفان وهو عارف الظروف اللي ممكن يطلع فيها نوح تاني وهو أولاده ومراته مرة أخرى للأرض عشان كده نوح فضل منتظر الأمر الإلهي الصادر له لما يصدر له الأمر وقاله أخرب ما اعتمدش على فهمه زي ما الكتاب مؤدس بيقولينا في أمثال 3 أي 5 و 6 يقول توكل عن رب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك يا أخي الحبيب ويا أخت العزيزة البعض الناس تتضجر من الإيود اللي في الديئة ساعات الديئة بتفرض علينا إيود وميبقاش الوضع طبيعي زي ما احنا في ديئة كورونا كده والناس ما بتنزلش والناس خايفة ونقول حاجر ومش حاجر ولا أداة تتفسح ولا تروح ولا بطبيعتها تخرج ولا تاكل برة فالناس مستحكلة وعايزة تمارس حياتها بطريقة طبيعية أو أي ديئة كده بيبقى فيها إيود لكن مش من الحكمة بدين إحنا مسلمين لربنا نبقى ننتظر أهم بالمقدسة ونستعجلش ننتظر لما قلنا خلاص الدنيا أمان وانتوا في أمان وما تخافوش فإذا ننتظر حتى نتأكد إن الخطر زال من أمامنا زي ما قلنا في أول آية لما قال ادخل إلى مخدعك للشعب بتاعه وغلق بابك وراك خلفك واختبق له حيزة حتى يعبر الغضم فننتظر أوامنا ياريتنا نتمثل بيوسف النجار اللي خد الست العدرة والمسيح اللي قال المجد العائلة المقدسة وهرب بيهم لأرض مصر وفضل في أرض مصر غريب بيتنقل من بلد لبلد كل ما يروحوا بلد لأوسان تكسر والناس خايفين من الاضطهاد يماشوا من بلد لبلد تانية لكن ما سمعناش أنه الزمر وقال أن هرجع أبدا لكن لما صدر الأمر الإله والملاك جاله وقال له قم واخذ الصبي وقمه لأرض إسرائيل ليه بقى؟ غلاص الخطر زال لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي هنا يوسف النجار خد الست العدرة ورجعوا لأرض إسرائيل ربنا يدينا كلنا ننتظر ونزمرش حتى ما يفتح الله زي ما أغلق لأننا كل مجد وكرام الآن لأباد لأباد كلها أمين